ياسر إبراهيم لعب الأهلي أصبح مهدد بالغياب عن فريقه حوالي 3 أسابيع أو شهر وده طبعا بعد إصابته في الداية إمبارح قدام الجونة بجزع في كاحل القدم واللي فاز فيها الأهلي بنتيجة 5-2 ياسر إبراهيم أجرى الحياة أشعة إمبارح وحسب التقارير الأولية اللعب هيغيب يعني شهر زي ما قلنا عن التدريبات وهو اللي هيتم التأكيد عليه وإعلانه بعد ظهور نتيجة الأشعة اللي أجراها اللعب أمس بادلك بصراحة ياسر يعني كان بعيد فترة ورجع تاني والحقيقة فايلر اعتمد عليه بشكل أساسي الفترة الأخرى إمبارح تقلق وجاب جون في مباراة الجونة لكن الحقيقة كل الناس كانت إصابة صعبة شوية وأتمنى إن شاء الله أنه هو يرجع بالسلامة للنادي الأهلي الحقيقة هنروح مع حضراتكم لبوابط